أمير توفيق على أحمد حجازي كان بيتكلم فيه طبعا أخبار متدولة عن ضم أمير حجازي فهو عن أحمد حجازي فقال أمير توفيق تصريح واضح أمير رجبة معك مع أحمد ووحمد حجازي لأن التصريح مرتبط بفكر أمير توفيق اللي بيعكس فكر النادي الأهلي بيقول فيه سواء حجازي أو أي اسم آخر نرغف في ضمه لن نتحدث عنه إلا في الغرف المغلقة مع الإدارة والجهاز الفني لتسير الأمور بشكل جيد ومن ثم نعلن عن الصفقة قد يعتقد البعض أن ده تصريح بديهي ولكن اللي بيصار في الأندية الأخرى وطريقة التعامل مع ناس حتى منتمين للأندية على طريقة الصفق هذا ليس في النادي الأهلي المسؤول عن التفاوض بيتحدث بلغة النادي الأهلي حتى لو المواقع أو الجمهور يحب تلمحات من نوع والله وارد نضم أحمد حجازي والله ممكن اللعب يكون قريب ولكن هذا ليس في النادي الأهلي الصفقة يعلن عنها فقط حينما يتم التوقيع معاها وكان الغريب جدا سؤال من كابتن شوبير لكابتن أمير توفيق لما بيقوله عن مفاوضات النادي الأهلي مع كهرباء قال له بدأت منذ أيام فقط وانتهت بالتوقيع عشر أيام زي ما بتقول يا أحمد فكان كلام كابتن شوبير وكأنه عايز يوقعه في مشكلة لايحيا قال له ازاي عشرة أيام انتوا أكيد بتتفاوضوا معا من زمان وكان رد المسؤول الذي يعي اللوايح والقوانين بشكل واضح لا يا كابتن من عشر أيام فقط قبل كده لا نعلم أي شيء عن كهرباء طبعا كابتن أحمد شوبير شطر جدا في منحة الإسئلة وذن المحاورة اللي بيحوره طبعا بالمحاورة وطبعا بمبارك له واخد في تصويت الوابد أنه قاد الرياضيين أفضل إعلامي رياضي طبعا مبروك لكابتن أحمد شوبير وهو قيمة وقامة كبيرة جدا في الإعلام الرياضي وأنا بعتبره رائد الإعلام الرياضي في مصر يعني لكن القصة بقى للأسئلة اللي ممكن تيجي بقى من الصحفيين وطبعا بنشوف المؤتمرات الصحفية خلاص يا جماعة أمير توفي زي كابتن سارة بحفيز زي ريني فيلر أي مسؤول في النادي الأهلي بلاش الأسئلة اللي هيكون رضاية زي ما أنت هتسمع دلوقتي أنه الموضوع في الغرف المغلقة برضو كان الكلام مع ريني فيلر كتير جدا عن اسم لعب معين مستوى أو مستوى قال طبعا ريني فيلر وضحة وصريحة قال ما فيش عندي مش هتناول اسم لعب في الإعلام فقالت ما يبقاش السؤال مقرر تاني يعني مش كل مطش نسأله عن لعب لأن هتلاقي نفس الإجابة عشان الراجل بس ما يملش نفس الكلام مع أمير توفيق أو البشماند سارة بحفيز مش هتطلع غير بالردود دي والصفقات هيتم الإعلان عنها لما تتم وتنتيق بشكل رسمي تماما نيجي بقى الموضوع الإصابات وطبعا جمهير النادي الأهلي موسيقى